بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الوزراء السادة الحضور السيدات والسادة إنه من دواعي سروري أن أكون معكم هذا الصباح لكي نفتتح المؤتمر السنوي السابع للمستثمرين لسي آي كابيتل نحن نجتمع اليوم في وقت أثبتت فيه الشراكات أنها تحقق الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية بينما نتعامل مع تحدياتنا ونمهد الطريق للتعافي الاقتصادي هدفنا أن ندرك الإمكانيات غير المطروقة الموجودة لدى مصر أود أن أتقدم بشكر لكل الشركاء المستثمرين المديرين التنفيذيين القادة الجهات المنظمة الذين جاءوا للمشاركة في هذا الحدث بهدف واحد وهو استكشاف فرص الاستثمار أنا أؤمن بأن تواجدنا هنا اليوم هو شهادة لهمية المشاركة متعددة الأطراف في القطاع الخاص أو القطاع العام وكيف يمكن أن تفتح الأفاق لفرص استثمارية أمامنا جميعاً السادة الحضور العالم يشهد تحديات استثنائية وبينما نتعمل مع هذه التحديات فإننا نعترف بما يشكل مناخ استثماري جاذب العالم اليوم لديه شهية لقصص النجاح والواعدة بخطط واضحة وأهداف محددة وهدفنا أن نغير السردية ونلبي تلك الاحتياجات ولذلك مصر ترحب بالحوارات البناءة التي يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية على الرغم من كل التحديات فمصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام ونحن نود أن نزيد من إجمال المناتج المحلية لدينا ونمو الأقصادية لكي يدرع بين 5 إلى 60% على مدار 20-24-2025 والفائد الرئيسي سيصل إلى 2.1% من إجمال الناتج المحلية في السنة المالية 22-23-2024 وكذلك نتوقع أن تصل إلى 4.5% في وقت لاحق لكي نقلل الدين الحكومية بنسبة 78% من إجمال الناتج المحلي بحلول عام 20-26-2027 وإدارة الديون هو هدف أساسي بالنسبة لنا جميعا في الأقومة السيدات والسادة نحن ندرك أننا سنحقق هذه الأهداف من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية الجديدة الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وأنا أنتهز هذه الفرصة لكي يؤكد كذلك على أننا ملتزمون بتحقيق كل السياسات التي أدخلناها في البرنامج الإصلاحي وهذا يتضم من بين أشياء أخرى تحول دائم لمعدلات صرف قوية ومرنة لكي نلبي الإحتياجات للسوق في مصر وكذلك ضمان المصار لتقليل الدين العام وكذلك التوسع في الشبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكذلك الإصلاحات الهلكلية لتقليل بصمة الغذاء في القطاعات المختلفة وتيسير النمو الذي يقوده هو القطاع الخاص وخلط فرص العمل الحكومة تتحرك بسرعة بالفعل لتعامل مع كل التحديات والعودة أخرى مرة أخرى على المصار وإدراك إمكانيات نمو الهائلة الموجودة لدينا أود أن أوضح أنه منذ ديسمبر من العام الماضي تمكنا من أن نستجيب لإحتياجات السوق والعمل عن كثب مع البنك المركزي لتخلص من البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية بدءا من أول ديسمبر من عام 2022 حتى الآن وهذا التطور تم تلقيه بشكل إيجابي من كل المشاركين في السوق ونحن بدأنا بفعل أن نشهد تطور في سيولة العملة الأجنبية وكذلك المزيد من اكتذاب للمستثمرين الأجانب وفي هذا الصدر نحن نتحرك قدما بخطتنا الشاملة لتأكد من ضمان توفر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023 وعندما نأتي للحديث عن الاستثمار فتمكين القطاع الخاص واكتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد هم على رأس أولوية أجندتنا وأود أن أؤكد للجميع أن هذه ليست خطة خمسة أو عشر سنوات فقط ولكنها خطة عام 2023 فهذه استراتيجية نعمة تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار وندماذج الاستثمار الشامل في لب التنفيذ تحت ما ظلت وزارة المالية نحن أعلن كذلك مبادرة إقراض جديدة لإثنين من أهم القطاعات الصناعة والزرعة وتوسعنا كذلك في تغطية المعدات والأجهزة للإنتاج الصناعي من خلال سوق رأس المال كأحد المصادر الرئيسية للتمويل فالحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال وإي جي أكس عاد مرة أخرى لتحقيق المكاسب في أسواق المال في عام 2022 بإي جي أكس 30 اختتم العام بـ 22% أعلى بما كان عليه ولقد أطلقنا بالفعل سياسة ملكية الدولة والتي نؤمن بأنها لن تحول فقط بيئة الاستثمار في مصر ولكنها سوف تضيف كذلك إلى سوق السندات المصرية وسوق الأسهم وهي أحد القنوات الرئيسية للعمل السيدات والسادة نحن ندرك الرحلة التي يجب أن نتخذوها وهي رحلة طموحة وبالطبع سوف تواجه تحديات وربما يكون هناك كذلك بعض التغيرات أثناء الرحلة ولكن من خلال ثقة المتبادلة والفهم المتبادل سوف نتغلب على تلك التحديات وأنا سعيد بأن أكون معكم هنا اليوم حيث أنني أؤمن بأن هذه المؤتمرات تقدم منصة مهمة بين المستثمرين شركات القطاع الخاص وحكومتنا وسوف نعمل كذلك لدعم تلك المنصات التي نرى أنها سوف تساعد الجميع في فهم ما نحن مصممون لتحقيقه وكذلك الفرص التي سوف تظهر أمامنا السادة الزملاء في الحكومة سوف يتشاركون معكم اليوم الدعائم الأساسية لبرنامجنا كل من خلال محفظته الخاصة بوزارته بهدف رئيسي واحد في الأدهان وهو تقديم حياة أفضل لشعب المصري من خلال نمو مستدام وشامل السادة الحضور السيدات والسادة العالم واجه الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية وجزء مصر من هذا العالم وعلى الرغم من ذلك فنحن جئنا هنا اليوم برسالة واضحة مصر ملتزمة بشكل كامل لتنفيذ برنامج الإصلاح الإقصادي الشامل الخاص به ونحن نصممون على النجاح في خطتنا وبينما نفعل ذلك نحن نرحب بمجتمع المستثمرين كي يكون شركنا في هذه الرحلة شكرا لكم